المحكمة الجنائية الدولية تدخل على خط المواجهة مع مخططات الكيان الصهيوني الرامية إلى هدم تجمع الخان الأحمر شرقي القدس ليضاف موقفها إلى جملة من المواقف الدولية المحذرة سلطات الاحتلال من إتمام هذه الخطوة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا حذرت تل أبيب من تدمير الخان الأحمر وعدت تلك الخطوة جريمة حرب بموجب معاهدة روما الأساسية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية ولأن تل أبيب ليست عضوا في هذه المحكمة يرجح مراقبون أن تحذيراتها لا تعني للكيان الصهيوني شيئا ولن تستطيع إيقاف الخطط الاستيطانية على الرغم من التحقيقات التي أطلقتها المحكمة ذاتها عام 2015 بشأن المشاريع الاستيطانية الصهيونية وترى المحكمة أن تهجير سكان الخان الأحمر بات وشيكا لكن ما الذي يعنيه هذا التجمع لتل أبيب حتى تجاوزت بالتعدي عليه كل الخطوط الحمراء لما يسمى بالتسوية للفلسطينية الصهيونية خبراء استراتيجيون أوضحوا أن ما يجري في الخان الأحمر يأتي ضمن خطة صهيونية يطلق عليها مشروع 5800 وتقضي بإقامة مطار ضخم في منطقة الخان الأحمر إضافة إلى منطقة سكك حديدية وإنشاء مناطق صناعية وتجارية وسياحية وبحسب معطيات هذا المشروع ستصبح القدس المحتلة ذات أقلية عربية وأغلبية يهودية مطلقة وهو ما يتطلب إقامة مجموعة من الأحزمة الاستيطانية التي تحيط بالمدينة ومدار هذه الأحزمة القرى البدوية كقرى خان الأحمر وأب النوار أبعد من ذلك يأتي هذا المشروع دعامة لشارع فصل عنصري يعزل سكان القدس عن أراضيهم ويمتد على طول الأجزاء الشرقية للمدينة كانت تل أبيب قد بدأت بهذا المشروع عام 2007 وللمفارقة سمته شارع نسيج الحياة